أهلا بكم مشاهدين من العناويل التفاصيل قضت محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب بالسجن المؤبد على 24 من أعضاء تنظيم الإخوان والمتهمين بقتل سائق التكسي بالمنصورة فيما قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن المؤبد على 8 من عناصر تنظيم الإخوان والحبس 17 سنة على 5 آخرين و3 سنوات على 57 متهما وذلك لتورطهم في أحداث العنف والشغب بالمنصورة كما قضت محكمة جنايات المنصورة اليوم بالسجن المشدد 5 سنوات على 20 متهما من طلاب تنظيم الإخوان بجامعة المنصورة وحبس طالب 7 سنوات وذلك على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة في شهر أغسطس الماضي